اشتركوا في القناة ومعنا من الأخرى لقد اخذت المواجهات مع البوليس ومعناها قدت منهم هما المبادرة قدت منهم هما ضربوا قدما رفيقنا صدين بالكرتوش فلاه فهمت أحدهم يفكوا فيها فهمت كي ينظروا في الحماية الحرس يفك فيها فقاله مجرم هذا لم يكن أن يتقلوا أداء أشعروا أولاد السبطار خلقنا عليه خلقنا عادية قعدنا بيننا فلنب الحريس صارت تتويق على السبيطارة فهمت حسينها حسينها بأي مكان وقال لانا نهزوه حصل راسل سيبيل هو تظهر كلنا لحريس فهمت انه نهزته فهمت ان لانا ننسوه وقال لانا ننزل وإن حبيبته تأخرى فهنا لا يتحدث لها وقته ليس المزيد ليس الخيار فقد يتحدث على دفاعه فقد كذبتا لتزلج و companies كانوا هناك في الاشتراك عدنا عن طرفاً هم قلت بلد وهو هدي المزيد فكم أيضاً وعندما أرادا للرغبة كما تردون على برلنغو ليس لدينا شيء وعطاونا الضواء بأربعة كلمات فاهمنا نجم نهرب فاهمنا نجم نهرب وحتى ان قرران فاهمنا مرغبا فاهمنا نغزلون كلاب ويجب ويتسرفينة فاهمنا سيكون ونعرفوه لم يعد أكثر ساعة من المنطقة كانت ذلك مفتس بالنسبة لأنهم كانوا يضحون لم تعدني أكثر ثم فأنت أخلص الرئيس المنطقة حبث 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 هذا الشيسي الكولونير الذي كان سيبيل لم أعرفه عن كولونير يضربه بكافين يضربه بكافين يضربه بكافين يضربه بكافين يضربه بكافين يجبني لصقني على البيب يدخل يدوم الشباك ثم يحل البيب وطيحني أعادت المحاولة بكافين و ciudad عمال الركز أبُنسي والكالي أتيت بنا إنا بيت حين نظرة وقد كانت منظمة العملية وقوات التقاعد منها وقررت الائقاء هل يجبني أن يتحال على جمهورية يجبني ينظر اسكوي وقفنا او لا دي راكت فان ما يروني يوقفوه هذا بس دي راكت معلومه منعش انا ما اعرفوه الجملة حاسب فيها معناه عليه مشينا هكاكا طلعوني فكرة هبا الذرب سعب احكي لك فكرة هبا السب العار كل شي فهمت هيت الكاميرا تروح هيت الكاميرا تروح هيت الكاميرا تروح فهمت فاركت الي جيبي انا هكا فاركت الي جيبي فاركت كل شي انا لدي شي وانا لدي شي كما سيتاني جيبي ازوز بيلات فمت الكاميرا بشارج فمت دي ما ازوز ريزالب لولا طيحت في الكاربة تجري بارشة موش بشي في قبيعة بعد فاركت الي جيبي فاركت فاركت الي جيبي شوية الثاني زينا طيحت في الكاربة بعد اللي حزونا المنطقة كفتنا المنطقة معايا في ليل هذا يا حيوي رقيقي في الحزب فمدي مقيم في فرنسا ومعايا نسي عبدالرزاق الثاني دخلونا الكافيتيري في المنطقة ماذا تفعلني؟ انتو مبرزوا وانا هزني قلت له ايجا او باش نفرحوا بيك في الكافيتيري يكذا كذا تنفرحوا بيك خلت انا ابقى في الكوان اجبرني انتو ممنوع وانتو ممنوع وانتو ممنوع من ذلك اللي يضربوا فيها حرصوا تلايع وهم يضربوا فيه في منطقة الشرطة العدلية كفتنا فهمت ويُشكون مفروخوا الكل دو ممنوع فلاحك فهمت عناط او منو وضعاية فهمت فهمت فولا وانا اعطBE لك للزيارة منذ اجد من الجلس معنى ان يصلي معنى بيثير من فهمت كيف افهم الطلايع الطحان وطلع وفهمت وانا فلو نزرب للزيارة فهمت ايشدني يعطى فيها بعد وقته هالобразي وفي احدها يجب أن يكون صغيراً على يمية واحداً يجب أن يصرفك بالأمين وجه يمشي و يجب أن يرجع بالأمين 4 ساعة في حكاك بعد ذلك قال لي أقعد يا ولدك أقعد لط بالصيف يدخلوا رئيس الفرقان سيب وزامير فهم القانون في البلاد أنا دخلت وقتاً لم يفهم شيء يأتي بعد ذلك يقول لي فهم القانون من وقت خرجوا رئيس فهمت ورجلين يحب أن تخرجوا و يحب أن يصمع العباد و أجلنا الورشة و أعتقد أننا محطة و أقعدنا نصاعة و نستطيع أن أن هناك يوجد أخرى يأتي للقروين كان سميلا جاباً و أقعدوا لماذا أقعدوا بإمكانك أقعدوا بإمكانك و أقعدوا بإمكانك أو لا أقعدوا بإمكانك قلت له أنت تهزيد كاميرا معناها كاميرا هذه جريمة عندهم الكاميرا هذه معناها أخطر من اللام أو سكين فتحاير فأنا أردت عندي شيء فأنا جاءوا هذه القروين هذه القروين فأنا دعنا نلقى لأولاد غادي الخمسة التي قبلنا المعاملة كانت ليس عادية ليس كما الموقفين الأخرين كيف نحن بفلوسنا نجيبه لكي نحبه من بره وعلى شخص يجيبه لنا ونجل رئيس مطقة الحرس ونجل فيها لم يكن قلت له وين يحبون مجمعات بوزي نجلنا ورئيس ومسايا ورئيس اجتماعهم ووصلت الأمور لفوق ووصل إلى الوزي ونجل جمعات بوزي وكانت بيسرع الوزي ونجل التريفونية وانوزي عاوني يتعطي وحسنا كثيراً فهمت التقيقة كثيراً تتكلم بيه فهمت؟ عملنا جريف دفاعاً نهاراً نهاراً ساعة نهار جمع نهار جمع جمعوا فهمت؟ في البحث فما أولدت محمد عيون فهمتني؟ بعد ذلك نحن أحدث وقالوا أرادوا أمام ومع المشاهدون أمام فهمتون لقد أخبروا وقالوا بالتكتب وقالوا ليس هناك منطقة ومعاناً بأنه مستهدف بابا وليس لدينا أو ضربنا وقالوا بأمام الحكمة فهمت؟ وقالوا بأي وقالوا بأكتب وقالوا ليس للمشاهد ويكتبوا كذلك فهمت؟ فهمت وقالوا بأمامنا حسين الذين يشعرون في 3-4 أيام أو 5 أيام في الجيور لا أرى حالي، هزوك الحبس أرحم ووقت القروين سخانة وكل شيء عمنا قريب دفان نهاري، وقتها جمع وثبت بعد البحث يريك جمع وثبت نهار الثبت رئيس المنطقة لم يساعدون الله حسين نبقوا وغادي، فهمت كلمة جمعية بوزيد، قالوا أنهم يجهزوهم خاف، معناه كبير قريب دفان وكل شيء جمعنا نهار الثبت مع حكاية مدى ساعة نحن هناك أخير، لا ترواح بنا، لا ترواح بنا، لا ترواح بنا قالوا لنا، فهمت ما يقول لك هل أن ترواح بوزيد، فهمت ما يقول لك لك أن ترواح بوزيد، فهمت ما يقول لك، لا أعرف بيهزك هؤلاء، هم لا تعرفون عنها، ومعلومة بالله، انت لم أخبرتها وصلنا إلى القروين، وعلى 4-20، هذا الخميس لم تدخلوا هذه المنطقة، وقاموا باتصال مع كل جمهورية ومعناه أن أصدق الحرس ومعا، ولي، فهمتني؟ لكي نظروا الوقت، فهنا ساعتين، فهمتنا أن ننتظروا أن ندخل الجيور من الأربعة إلى الستة إلى الستة إلى دخلنا الجيور فهمت؟ ذلك، بعد ذلك، أخبرنا الأصفاقس نفس الحالة معناها، وصلوا علينا جميع الأصفاقس وعاملهم وعاملهم بيهزي، وجميع البوزيد، وكل شيء أخبرنا الاتحاد، وقاموا بعمل حقوق الإنسان نظروا أن يكون هكذا جميعا، فهمتوا أن لدينا اتقابلوا للجملة فهمت، ويوجدنا الى 7 وأصفاقس حيث يخرجون أننا لحد الأصفاقس، تركبنا معهم إلى عامل 10 if and then we arrived at 9 إلا يقاموا إن عندما يتطوروا إلى التسعة ساعة يجب أن تكونوا ساعة ويجبون على المصدر الكبير لحفي ويقال بالأربعة والأربعة والجمهورية لتحققكم وكانوا قابلكم وكانوا لا يجبونما أو حققهم الثانية أنت بداية ونصف البوزيد هنا وصل بمحاضر وكل شيء وقالوا فقط لهم أن أخبروهم ونحن فقط في الطريق وقد قدنا في التلفونات وقد وصلنا في المحاصف فإن قبل حكمه لم يحقق لحد شيء وإذا كنت أقل علينا أن تدخل منه ومعني في الجلسة فأسر وفأم فأنت أتمنى أن أخبرتك لأنه محكمه ولكن الجلسة لم يحقق بها لن نعرف عن التحقيق وليس أستغرب لأنه يحكموا عليك لأنه لا تعرف بشأنه ومعني في أن أخبرتك أنت صد كولونيل في هذا المهم والتوما الثاني وهو الشعار ترفع مقبل حتى الثورة في المعاهد بن علي وزارة الداخلية وزارة إرهابية قال لي التلفظ ورفع الشعار من قبل وزارة الداخلية وزارة إرهابية سب العريض وسب أعوان البوليس تصوير تهمة في بلادنا بعد الثورة تخرج في مظاهرة أحداث الشعب معناها لا تبدل شيء المشابن علي جدت النهضة جاء رجل غنوشي وهو رجل غنوشي هو الرئيس الفعلي لتونس هو اللي يتحكم في تونس المنصف مرزوكي تصويره في تونس ولا غير لصلاحيات لحد شيء الأمور كلتا وبيض حزب واحد يعني رجعنا كما قبل العريض والجبال وكل كانوا مساجين العريض كان في زنزان ما كانش يحلم من نهار اللي هو بش يكونوا زياد الداخلية اللي نحن اليوم نشوف فيهم كيفش تعانوا مع الشعب التونسي وما نستغربوش بنعليه على الأقل فهمنا فهمهم صعيب كانوا يفهموا الحزب وتوا معناها الممارسات وكل شيء يرى مفضوح بنعليه تبدل لكن الأجهزة ما زالت حتى كانت تبدلت النهضة الجيشكون الأجهزة ما زالت بالعفلية التجمعية ما زالوا مرضى أجهزة الدولة كل ما زالت مصر تستوى يجب أن نقدم القضية فهمدي جادرنا شاكين برئيس مطاق الحرس والاعتداءات التي تعرضت لها أمي وخالتي فهمت أن نجم متصوروا فهمت أنني في البلايس كل ما يدونهم فهمت أن يدروا فيها بالجاز هنا بجاعة هذا المحروف فهمت؟ رئيس مطاقة الحرس هذا لا يعرف كيف هو تحت رأسه فهمت أنني هو هذا الانساب هو الوالي والوالي نخضاوي من باجا ورئيس مطاقة الحرس يمشي كان بالوالي معناها هؤلاء 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 الشيخ المرأة في الأنساب هو مطاقة الحرس فهمت لأنه النهضة كيف كنت كان تتصور هنا الأقام نسبة أصوات كثبتها النهضة في بوزيد وهذا كيف تلعب بوزيد القضية سمت توقف تم تبغيث ولم نزل bougاة ونحن نتوقف ونزل نتوقف وإننا نتزول هذا تكون هؤلاء 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 عن تصويرها انتظرها هؤلاء هؤلاء سمتعرين كلها كان كمكاكل ووجهي كامل وخالاتي كل كيفها كرام خالاتي كل ضربوهم بالجاز معلها على بوعد 10 سنتي الحمدولة أنهم أولادنا روحوا كانوا محتجين وحمدولة أنهم روحوا أنهم صغرنا بشي روحوا معانا وقضيتنا متواصلة القضية تبقى جيمها متواصلة رغم روحنا صغرنا وقضيتنا تبقى متواصلة لأي غرب اليوم أخرج ما خرجوه كان بعد ما المسيرة متاعنا وفت خرجوه معانا والمحكمة فارغة جملة بيش حاسوه كأنه معانا ما جيش حتى واحد وسيندو التصرفات هذي ذكرنا بعهد بن علي والمحاكمات اللي صار في عهد بن علي كيفاه أما لأي الكارت ميموار راه مضعتش ومزلت عنده وراه باش يهبط التصاور متع البوليسية والفيديوهات الوقع فيه الاعتداع على برش عباد وربي ظهر كلمة الحق بخاتر بالحق البوليس يحكيوا عليه تبدل بعد 14 سنو جميع كانت تبدل ويبن علي المشاء والأنظمة متاعية والتو تختم وان التهمة متاعي في المحضر معايا كل مهم تهمة مشترك مثال كل جوز تهمة مشترك أنا في تهمة مشتركة لنا صديت بدنيا كلمة الحق لكي لا يشعر مضنون فيه وردينه ومجرمه هو مضرب كارتوشة لكي يحب يشعر يوقفه فشوف الناس الذين لا يشعرونه فشوف الناس الذين لا يشعرونه لكي لا يشعر كفاءة كيف يشعرونه فهمت النظام بتاعه بكار فهمت العوان يتصرفوا بطريقة مش عادية حتى تشوف كيفش يتصرفوا مع المساجين الخريم ما حكوش كان على روحنا نحنا خاطر قضية قاسة يضربوا ويعملوا كل شي في الي جيو ما تبدل شيره ويألتوه كان في بينا عملنا ثورة مزات ما عملنا ثورة في كتونس ومنا الميت وما كلاب هم مش معتبين قلقي القناسي هم مش معتبين بينا هم مش معتبين بينا هم مش معتبين بينا كفاءة تقول لي ثورة ثورة ومتحسب فيها احد فهمت بقايا النظام السابق نشوف فيهم وهم يمزلوا ويحكموا في البلاد مع النهضة ومتحرفين مع بعضهم فهمت ثورة ثورة سيئة فهمت ثورة إذا كان الشعب هذا ليس يكون واعي فهمت بخصوصية المرحلة التي احنا فيها تقول هي ديكتاتورية أكثر من الدكتاتورية الجديمة رأو سيئة هذه تونس معادش فهمت ديجان نشوفه عدد الموقفين قبل الثورة أقل بيسر من موقفين بعض الثورة هذه مؤشترات تأكد إلي رأي ديكتاتورية قوية برشة اللي بيش نواجهوها نحنا في المستقبل فهمت؟ ديكتون شكرا اشتركوا في القناة شكرا وشكرا شكرا